سفن الحربية وحاملات الطائرات الفرنسية تصول وتجول في مياه المتوسط الهادئة صيفا هذا البحر الذي طالما كانت رغبة السيطرة عليه والتحكم بالملاحة فيه حلم الحضارات المتعاقبة على ضفافه عاد اليوم ليتصدر أجندات الدول الطامحة منها والطامعة الرئيس الفرنسي الذي جاءته اليونان شاكية من استئناف سفن تركية لعمليات استكشاف وتنقيب عن النفط طلب تعزيز وجود قواته البحرية في شرقي المتوسط من طائرات وفرقاطات في إجراء وصف بالتصعيدي رغم دعوة الإليزي إلى الحوار والتهدئة بين الأطراف ماكرون ينتمي إلى القسم المعادي للثورات العربية وهو أقرب إلى الإمارات والسعودية هذا الحلف يعدي أردوغان والرئيس الفرنسي اختار الانضمام إليه وتحركاته في المتوسط تأتي من دوافع شخصية فوق مصلحة فرنسا رغم الوساطة المعقدة التي تلعبها برلين بين أنقرة وأثينا إلا أن باريس تغرد منفردة في هذه القضية فقد بات واضحا بحسب المتابعين أن ماكرون يسعى إلى تأسيس قوة عسكرية أوروبية كبيرة منفصلة عن الناتو لحماية المصالح الأوروبية في شرقي المتوسط فسيد الإليزي لم يعد يؤمن بدور هذا الحلف الذي نعاه أكثر من مرة ووصفه بالميت سريريا لا أعتقد أن الأمور ستصل إلى الحرب فرنسا واليونان وتركيا والولايات المتحدة دول تنتمي إلى حلف الناتو ولا أعتقد أنها ستتقاتل فيما بينها أرى أن الحرب ستكون دبلوماسية في مرحلتها الأولى ماكرون الغارق في مشاكل بلاده الاقتصادية والاجتماعية التي فاقمها فيروس كورونا تعرض للانتقاد الشديد من قبل معارضين له بسبب تدخله في المتوسط حتى أن البعض اعتبر إرسال عسكريين وحاملات طائرات لمساعدة لبنان إنما هي خطوة لوضع أقدام فرنسا على إحدى ضفاف المتوسط الملتهبة محمد الحجي العربي ترجمة نانسي قنقر